سلام خير أحضراتكم ومشاهدين الكرام في كل مكان وألم بيكم ويوم جديد وحالة جديدة من برنامجكم زمالكاوي وكعادتنا دائما تحية خاصة لجماهير نادي الزمالك الحقيقة أنا هأكد على تحية خاصة لجمهير نادي الزمالك بعد المشهد كمان اللي شفته النهاردة بعد المباراة من جماهير نادي الزمالك والوعي والحقيقة فكرة الإدراك بأن أنت أدي حس أن ممكن تكون لعبتك أدوا اللي عليهم أو كان فيه محاولة جدا محدش استسلم ولا رمى الفوطة عشان كده أنا هبدأ كلامي من هنا شفنا جمهير نادي الزمالك في الاستاد ومن خلال كمان متابعتنا لبعض ردود أفعال جمهير الزمالك إن مش عايز أقول طبعا أكيد محدش مبسوط بالهزيمة ده الطبيعي جدا جدا ولا حتى فلسفتنا فريق لسه واخد الدوري فريق عنده قدرة وعندي قناعة كبيرة جدا وفريق أقوى على مستوى الفني أفريقيا ومتماشيين كمان مع المشهد اللي شفنا مع جمهير نادي الزمالك كمان مجلس الإدارة أو اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك ماشية في نفس النهج وإدراقا منها لأنه ممكن يكون الday off أو مش اليوم بتاع فريق الزمالك ووارث في كرة القدم إنه ممكن يكون حتى ولوه بنسبة بسيطة يبقى فيه سيناريو خيالي سيناريو غريب شوية سيناريو غير معتاد مهم في الآخر طالما حصل يبقى ممكن يحصل متماشيين مع نفس الفكرة احنا حتى هنا من قناة نادي الزمالك هنبص على الإيجابيات اللي موجودة من الحقيقة أنا فيه في المشهد إيجابيات كثيرة جدا جدا وممكن تسمعوا الكلام ده يعني أو ما تسمعهوش غير من خلال قناة الزمالك ومن خلال بلنامجنا ومن خلال زويتنا اللي عايزين نشوف بيها أو اللي هنشوف بيها حقاقت كتير جدا جدا بدون مخدع على فكرة بموضوعية وبأرقام كتير جدا فمتماشيين مع نفس التوجه ونفس الفكر بنسقف للعبة اللي اجتهدت فيه اللعبة النهاردة ما كانتش موفقة ودوارد في كرة القضاء